أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره بمتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة مريم وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا بعد أن ذكر الله عز وجل تلك القصص العجيبة لعباد الله الصالحين الذين غمرتهم رحمة الله عز وجل بسبب عبوديتهم وإخلاصهم لله وصدقهم القلبي واللسادي وتقواهم لله جل وعلا عرض بالمشركين المنكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الجاحدين للبعث عرض لهم في نهاية السورة وذكر خمسا من المواقف معهم دعونا نقف أو ننظر إلى هذه المواقف الخمسة وكيف وقف القرآن منها هذه السورة الندية الرطبة التي تنساب آياتها عذبة على ألسنة المؤمنين لما جاءت إلى هذه المقالات وهذه المواقف ردت عليها أبشع رد وحرصت على أن تجلي الموقف وأن تبكت هؤلاء على مقالاتهم ومواقفهم وعلى جملة ما كانوا يردون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبدعونه أو يقولونه في حق الله عز وجل يقول الله عز وجل ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا هذا هو الموقف الأول وهو أن هذا الإنسان الكافر الذي بعث له هذا النبي وأنزل عليه هذا الكتاب ينكر البعث بحجة باردة وهي كيف يحيي الله العظام بعد أن صارت رميما وكيف يبعث الله الإنسان بعد أن بلي ومات سبحان الله ألستم تزعمون أن الذي خلق الإنسان وأوجده من العدم هو الله إذن فما الذي تستغربون ما لكم تستنكرون الإعادة وقد أثبتتم البداءة أثبتتم أن الله خلق الخلق من أول الأمر ولذلك قال الله عز وجل مستنكرا عليهم ومعظما مقالتهم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أو يكون ذلك أولا يذكر الإنسان أي الإنسان الكافر أنا خلقناه من قبل أي قبل أن يموت وقبل أن يكون شيئا ولم يكن شيئا خلقناه من العدم وأوجدناه من لا شيء فهو يثبت أن الخالق الله أرأيت كيف ينكر إذا مات هذا الإنسان أن يبعث مرة أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه لو كان فيهما شيء شديد على الله لكان الابتداء أشد من الإعادة فأين عقولكم قال الله عز وجل فوربك يقسم الله بنفسه العظيمة لنحشرنهم أي لنبعثنهم ثم نحشرنهم والشياطين التي أوحت إليهم وسولت لهم وزينت لهم سوء أعمالهم لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية نأتي بهم فيحضرون حول جهنم جاثين على الركب من شدة الهول والذل الذي يلقيه الله عليهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي ننتخب من كل طائفة وفرقة أشدهم عتوا وجراءة على الله ومحاربة لله ورسوله وإنكارا لحقائق الإيمان ننتزعه قال الله عز وجل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية ينتزع هذا العاتي المتمرد الكافر الجاحد فيلقى في جهنم وكما كان في الدنيا إماما للضالين وإماما للمجرمين يكون لهم إماما في دخول النار متقدما عليهم قال الله عز وجل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية أي نحن نعلم من هو أولى أن يصلى بالنار يصلى بها أن يدخلها ويقاسي حرها ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر مآل هؤلاء ذكر قاعدة عامة للخلق وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أي ما أحد من الناس إلا سيرد على النار وليس المقصود بالورود هنا الدخول فيها بل المرور عليها كما ثبت في أحاديث كثيرة من أنه ينصب على متن جهنم صراط فيجوزه الناس فمنهم من يمر به كالبرق ومنهم من يمر به كالريح ومنهم من يمر به كأجاويد الخيل ومنهم من يجري عليه جريا ومنهم من يمشي عليه مشيا ومنهم من يحب عليه حبوا وعليه كلاليب مثل شوك السعدان عظيمة جدا من كتب الله عز وجل أن تمسك به وتصيبه أمسكت به فكردسته في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بأن نجوز الصراط على خير حال وأن يعيذنا من النار وأن نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهلها قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ولذلك كان السلف يبكون أشد البكاء ويخافون أشد الخوف من هذه الآية يقولون أقسم الله أننا جميعا سنردها فما منا من أحد إلا واردها لكننا لن ندري هل سننجو منها أو لا ننجو فأنت يا عبد الله سترد النار ولكن هل معك من الزاد ما ينجيك منها ويمنع عذابها عنك انتبئ لهذا قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا فقط أما المتقي فينجيه الله عز وجل ويسلمه من نارها وهذا بحسب عمله وهذا الصراط المنسوب المنصوب على مثل جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف فثنة للعباد وما يمر به الناس إلا وهم في أشد الخوف من أن يكردسوا في نار جهنم وليس للأنبياء وهم أقرب الخلق وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل دعاء ولا كلام في ذلك اليوم إلا قولهم اللهم سلم اللهم سلم ما أحد ينظر لأحد ولا أحد يسمع كلام أحد كل مشخول بنفسه قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا لاحظوا يا إخواني فقط المتقون هم الذين ينجون إذن ما هي التقوى اسأل نفسك وهل أنت من أهلها اسأل نفسك وبكم تحققت من صفاتها ووصلت من درجاتها اسأل نفسك لأنك لن تنجو إلا بها وهذه السورة كما رأينا ذكرت فيها التقوى مرارا متعددة قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فما هناك يا إخواني إلا التقوى منجية من عذاب الله عز وجل وسيأتين إن شاء الله في اختام هذه السورة قول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فالمتقون يحشرون إلى الله عز وجل وفودا على هيئة الوفود المكرمين الذين يريدون على الملوك فتوهب لهم الجوائز وترفع لهم الدرجات قال الله جل وعلا ونذر الظالمين فيها جثية ما قال ونذرهم إنما أراد أن يرتب على ذلك حكما ووصفا حتى تعرف من هو الذي يدخل النار ويصلاها قال ونذر الظالمين فيها جثية أي جاثين من شدة ما أصابهم من العذاب ونزل بهم من الكرب لماذا؟ لأنهم ظالمون جاءتهم النذارة وجاءهم الرسول ونزلت عليهم الآيات وبلغهم أنبياء الله ورسله ما ينبغي لهم أن يعملوا به فأبوا إلا أن يركبوا رؤوسهم ويعاندوا ويضلوا ويضلوا هذه هي الوقفة الأولى مع هؤلاء الكفار الوقفة الثانية قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية إذا جاء بالآيات البينات وتليت عليهم بما فيها من المواعد وبما فيها من الحق وبما فيها من الإيمان والدلالة على الخير وبما فيها من توحيد الله وذكر الجنة والنار والمصير إذا ذكر لهم ذلك لم يكن لهم من حجة يحتجون بها على رسل الله وعلى من يتلو عليهم كتاب الله إلا حجة واحدة من هو الأحسن حضارة ومدنية ورقيا وتنظيما وإدارة وصناعة وتقدما من الذي يصنع طيارات والقطارات والكمبيوتر والتكنولوجيا هؤلاء يحتجون بهذا ليردوا الحق الذي جاءت به رسل الله سبحان الله ما شأن هذا بهذا يجب عليك إذا تديت عليك آيات الله البينة أن تذعن وتسلم إذا قيل لك إن لك ربا لا شريك له وجب عليك أن تأخذ هذا الحق وتؤمن به وتسلم لا أن تقول أيما أحسن ثوبا أيما أفضل مركوبا أينا أحسن منزلا ومقاما وناديا ما شأن هذا بهذا رسل الله وهم خيرة الله من خلقه لو رأينا أحوالهم وما عندهم من الدنيا لوجدنا أنهم كانوا على حال ضعيفة وليس ذلك لهوانهم على الله ولكن لأن الدنيا كلها وما فيها لا تساوي ولا تزن عند الله جناح بعوضة ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء قال الله عز وجل قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي خير سكنا ومنزلا وأحسن نديا أي أحسن ناديا انظروا إلى نادينا ومجلسنا فيه فلان الأمير وفيه فلان الوزير وفيه فلان اللاعب وفيه فلان المطرب وفيه فلان المكتشف والمخترع وأما أنتم فبؤساء ومساكين وعبيد وسوقة ولستم بشيء وما عندكم أحد سبحان الله أبهذا يزن الحق؟ أبهذا يعرف الحق من الضلال؟ بالملابس الحسنة والمراكب الفارئة والمنازل الفخمة؟ لا والله انظروا إلى احتجاج هؤلاء وهذا يدل على قصور عقولهم عندما يثلوهم إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر والاستسلام لهذا الحق والإذعان لهذا التوحيد لا يقابلونك إلا بمثل هذه الحجج سبحان الله قال الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئية ألم يبلغكم أن أهلكنا قبلكم أيها المشركون؟ أمماً كانت أحسن أثاثاً منكم أحسن متاعاً وأفخم بيوتاً وأحسن منظراً رئيا أي مرءاً ومنظراً ما بلغكم ذلك؟ ما بلغكم النعاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة قد أرسل الله عليهم ريحاً فاجتثتهم من الأرض ثم نسفتهم عليها فكأنهم أعجاز نخل خاوية هل أغنى عنهم حسن منظرهم؟ أو كمال خلقتهم؟ أو جمال ديارهم؟ أو قوة مبانيهم؟ أو حضارتهم ومدنيتهم؟ ما أغنى عنهم؟ قال الله عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى من كان ضالاً فإن الله عز وجل سيستدرجه ويملي له حتى إذا نزل به العذاب استأصله ولم يبق له حجة عند الله عز وجل يمدد له فليمدد له الرحمن مدى يمهله ويملي له حتى يظن أن بيده مقاليد كل شيء ويظن أنه قادر على كل شيء ثم يأتيه عذاب الله فيستأصله أو يأتيه الموت وعندها تنزل به الباقعة التي لا نجات منها نار جهنم قال حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً يعني إذا رأوا ما يعدون إما أن يكون ما يعدون بنزول العذاب عليهم أو بأن تحل ساعتهم وتأتي يمنيتهم عندها يعلمون من هو شر مكاناً من هو صاحب المكان السيء القبيح المذنوم أهوهم أم المؤمنون الذين كانوا يعيرونهم بالفقر والذلة والقلة والثياب المرقعة والبيوت الضعيفة والمراكب الضعيفة أيضاً فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدا هذا في مقابل ما ذكروا من أنهم يقولون أي الفريقين خير مقاماً قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدا من اهتدى زاده الله هدا فترقى في مدارج الإيمان وهكذا يا إخواني الحسنة تقول أختي أختي والإنسان كل ما عمل طاعة هيأت له هذه الطاعة طاعات بعدها وخيرات بعدها لأنه كل ما آمن واهتدى بما نزل عليه من الهدى زاده الله هدى جزاء الوفاق والباقيات الصالحة في مقام تلك المساكن أو في مقابل تلك المساكن الفارهة والمنازل الرفيعة والثياب الجميلة والنادي الفخم هنا يقول الله عز وجل مقابل هذا كله الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردى خير ثوابا عند الله سبحانه وتعالى فليست العبرة بتلك الثياب ولا بتلك الملابس ولا بتلك القصور والدور وخير مردى أي خير مرجعا ومآلا والباقيات الصالحات ذكرت في هذه السورة وفي السورة التي قبلها وهي سورة الكهف وهذا من الدلائل على أن القرآن مثاني تعاد فيه الأشياء مرة بعد أخرى حتى يتذكرها العباد فلا ينسوا أو يسهوا قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا أيش والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ما هي الباقيات الصالحات ما يبقى من كلم طيب وعمل صالح فالصلاة من الباقيات الصالحات والزكاة والصوم والحج وذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل أولئك من الباقيات الصالحة قال الله عز وجل في الوقفة الثالثة مع هؤلاء الكفار أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا خباب الأرد رضي الله تعالى عنه كان قينا في أهل مكة يعني حدادا يصنع الحديد ويقوم بها أو يلينها وكان له على أحد المشركين دين فذهب يستقضيه الدين يعني اقضني ديني فقال لا أقضيك حتى ترجع عن دينك فقال له خباب بصلابة المؤمن وثباته والله لا أرجع عن ديني حتى تبعث حتى تموت ثم تبعث قال أوائنا لم أبعثون إذا إذا بعثت وصار لي أهل ومال ايتني لأقضيك فإني سأكون في ذلك الوقت خير حالا مني الآن وهذه من عادة المشركين أنهم يستدلون على العطاء الدنيوي بالعطاء الأخرون فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلا يستدل على الغنى والسعة بأنها ستكون سببا لسعته وغنى في الآخرة وأن مقامه عند الله بقدر مقامه في الدنيا فإن كان مهان وفقير وضعيف فإنه سيكون في الآخرة في النار إن بعث وإن كان غنيا وكبيرا فإنه سيكون في الآخرة من أهل الجنة هذا اعتقاد من اعتقادات المشركين ذكره الله في سورة الفجر وذكره في سورة الكهف واضرب لهم مثار جنين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبي ويحاوره أنا أكثر منك ما لن أعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذه التي أراها ما أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة حتى الساعة لا أظنها تقوم قد غرق في دنيا أظن أن ما هو فيه هو كل شيء ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يعني حتى لو كان هناك بعث وساعة وقيام ونشور فإن حالي بعد البعث خير من حالي الآن لأن الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني مرة أخرى في الآخرة انظروا إلى هذا المقياس أو هذا الميزان الجاهل البسيط الذي يدل على سخافة عقوله قال الله عز وجل أطلع الغيب أي هذا الذي يقول سأوت مالا وولدا في الآخرة أطلع الغيب هل اطلع الغيب وعرف ما سيكون له عند الله أم اتخذ عند الرحمن عهد كان بينه وبين الله عز وجل عهد أو له عند الله عهد وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح كلا ردع وزجر لما يقوله هذا الأفاق الأفين سنكتب ما يقول هذه الكلمات التي قالها وتفوها بها سنكتبها ولن نضيع منها شيئا ونمد له من العذاب مد بدل هذا الكفر الذي قاله وتفوها به سنعطيه بدلا منه عذابا شديدا ونريثه ما يقول ويأتينا فردا المال والولد الذي يدعيه سنريثه إياه سيقول إلينا وسيأتي يوم القيامة وحيدا فريدا ليس معه مال ليس معه مال ولا أهل ولا عشيرة ولا ولد ونريثه ما يقول ويأتينا فردا كما قال الله عز وجل وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرْ الوقف الرابع مع هؤلاء الكفار قال وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا عَبَدُوا أَصْنَامًا مع الله عز وجل من أجل أن يتعززوا بهم ويستنصروا به قال الله عز وجل كلا ردع وزجر لهم سيكفرون بعبدتهم سيأتي يوم تكفر هذه الآلهة بعابديها وتتبرأ منهم أشد التبرأ ويكونون عليهم ضده أي يكونون خصوما عليهم ولا يكونون لهم عزة قال الله عز وجل ألم ترى ألم تعلم أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة هؤلاء الكفار فيما يعتقدون وفيما يعملون لا يعملون شيئا بعقل ولا بوعي إنما تأتي الشياطين إليهم فتأزهم وتستنفرهم وتحثهم بلا وعي وتدخلهم في الباطل وهم عمي تأزهم تعجلهم إعجانا ولذلك كل ما رأيت نفسك تقدم على عمل من دون أن يكون عندك فيه بيّنة ولا دليل والنفس تستحثك على الإسراع فيه فاعلم أن هذا من أز الشيطان لأنه يبادرك حتى لا تفكر والحق يعرفه الإنسان التفكير والنظر والتدبر ويعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فيجد الأمر فيه واضحا بيّنا ولذلك حتى أهل الباطل وأصدقاء السوء إذا أرادوا أن يوقعوا رجلا أو صاحبا لهم في باطلهم أزوه أزا واستعجلوه واستنفروه بحيث لا يكون عنده فرصة للتفكير يقول يا فلان تذهب معنا فيقول لا أين فيقول مثلا إلى النادي أو إلى كذا أو إلى شيء من باطلهم فيقول دعوني وفكر يا أركب يا ابن حلال أركب يعني لا تدع لنفسك فرصة للتفكير لأنك إذا فكرت سيكون الأمر الآخر ألا تصحبنا ولا تكون معا أما الحق لا ما تزداد بالتفكير فيه إلا انقيادا له وقناعة به وروكونا إليه لأنه حق ثابت ما فيه شك مثلا لو قالك إنسان هل تصحبني إلى العمرة في رمضان تفكر كل ما تفكر تجد أنها خير العمرة إلى العمرة كفارة لمبينه وعمرة في رمضان تعدل حجة معي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فكل ما تفكر تجد أن الأدلة والفطرة والعقل يدعوك إلى هذا الخير قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم لا تستعجل عليهم يا محمد إنما نعد لهم عدا لا تستعجل عليهم بالعذاب لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء معادة وميقاتة لا يمكن أن يتقدم عليه أو يتأخر ولو استعجلت عليهم بالعذاب لم ينزل عليهم العذاب إلا في معاده الذي وقته الله سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم يا محمد اصبر عليهم أمهلهم إنما نعد لهم عدا نحن الذين نعد لهم ونحصي ما يقولون قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يذكر بمصير الطائفتين أما المتقون فهم يحشرون إلى الله عز وجل على هيئة الوفود والضيوف العالية منازلهم يحشرون ركبانا وعلى أحسن هيئة وأجمل حلة وخير ناد وجليس نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وأما المشركون والكفار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يساقون سوقا كما تساق البهائل وردا أي عطاشا مذهولين لا يدرون ماذا يصنعون العطش قد أحرق أفئدتهم وأفواههم والسوق أتعبهم وسوء المصير قد أظلم عليهم مستقبلهم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي ليس لهم حظ في الشفاعة إلا من كان له عند الرحمن عهد بأن وحد الله عز وجل وأطاع ربه واستجاب لهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يتحسرون عندما يقف الناس في الموقف العظيم المهول على أنهم لا يجدون أحدا يشفع لهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لأنهم يرون المؤمنين ينفعون أصدقاءهم فيقول الواحد منهم يا ربي إن فلانا هذا الذي أمرت بدخوله إلى النار كان صديقا لي في الدنيا وكنت يحبه يا رب إني أسألك أن تقبل شفاعتي فيه فيقول الله عز وجل قد وهبته لك يا عبدي فعند ذلك يتحسر كل كافر على أنه لم يصحب أحدا من أهل التقاء ولم يجالس أحدا من أهل الإيمان قال الله عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أما الموقف الخامس فكانت وقفة عائدة على قصص أول السورة وهي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله في أول السورة وبين فيها أن عيسى عبد لله ورسول من عنده وأن الناس قد ضلوا فيه فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم عندما زعموا أنه ولد لله تعالى الله عما يقولنا علوا كبيرا قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إد شيئا عظيما منكرا فضيعا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد هذه السماوات تغار على التوحيد وكذلك هذه الأرض الصماء التي ترونها وتطاؤون عليها بأقدامكم وتسكنون فوق ظهرها وهذه الجبال التي تظنون أنها هامدة ساكنة تغار أيضا على التوحيد عندما تسمع من يشرك ويدعي لله الولد تغار حتى إنها تكاد تنهد من شدة ما يصيبها من الألم ونحن مع كل أسف نسمع من يشرك ومن يكفر بالله ومن يدعو لله ولدا وصاحبة وكأننا لم نسمع شيئا فإذا سمعنا من يسب الوطن أو من يسب قبيلتنا أو من يسب قائدنا أو من يسب أبانا أو أمنا غيرنا غيرة شديدة وتحركت جميع ذرات أجسادنا وشعرات أجسامنا ورؤوسنا غيرة لهذا الوطن أو لهذا التراب أو لهذا القائد أو لتلك الدولة أو لذلك لتلك القبيلة أو لهذا الأب أو لتلك الأم وانظروا الجبال تغارع التوحيد الأرض تكاد تنشق السماوات على صلابتها وقوتها ومتانتها تكاد تتشقق وتتفطر من هول ما تسمع من ادعاء الولد لله تكاد السماوات يتفطرن منه والتفطر التشقق وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا أي بسبب أن دعوا للرحمن ولده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيم الحمي قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده عيسى ومحمد وإبراهيم وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل كلهم يأتون عبيد لله عز وجل وعبوديتهم وذلهم بين يدي الله عبودية حقيقية عبودية تشريفية لهم فشرفك أنت عندما تكون عبدا لله وعندما تكون قائما بحقوق هذه العبودية إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم حتى محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي كما يأتي سائر الخلق لكن الله عز وجل يجعل له من الكرامة في ذلك اليوم بسبب عبوديته لله وقيامه بأمر الله فيجعل له المقام المحمود والحوض المورود والشرف العظيم الذي لا يدانيه شرف قال الله عز وجل مبيناً عنايته ورعايته بهؤلاء المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا من آمن وعمل صالحا فإن لديه وعدا من الله عز وجل بأن يجعل له ودّا ودّا من عنده وودّا في قلوب عباده واسمعوا هذا الحديث حديث أبو غير العظيم يقول أبو غير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن ربكم يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الله أكبر القبول في الأرض يوضع لك بعدما يكون هناك قبول في السماء فأسأل الله أن يجعل لنا قبولا في السماء قال وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض وهذا مصداق قول الله عز وجل وقد تلي في نفس الحديث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى فالمودة إذا أردتها تتحقق بأمرين إيمان صادق خالص لله عز وجل لا مرية فيه ولا شك ويقين تام وعمل صالح عمل خالص لا يراد به شيء من أغراض الدنيا ولا أعراضها وإنما يراد به وجه الله وانظر يقول الحسن كان رجل من الناس يقول والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها قال فعبد الله ثمانية أشهر وهو أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يكاد يراه الناس إلا وهو قائم قال فكان الناس يمرون به ويقولون هذا مراء هذا مراء قال فرجع إلى نفسه وقال أبعد كل هذه العبادة يسب للناس ويقدحون فيه فراجع نفسه فقال والله لأجعل النهار الله ولم يغير من عمله شيء وإنما غير ما في قلبه قال فأصبح الناس يقولون هذا عبد لله هذا عبد لله فانظروا يا إخواني من عمل الصالحات قاصدا بها وجه الله صادقا فيما بينه وبين الله فإن الله يجعل له في قلوب العباد مودة ومحبة شاء أم أبا قال الله عز وجل فإنما يسرناه ألاحظوا يا إخواني إذا جاء الضمير عائدا على غير مذكور على غير مذكور قبله فالغالب أنه يعود على القرآن هنا فإنما يسرناه لم يذكر ما هو الذي يسره الله عز وجل ولكن المقصود به القرآن لأن القرآن كله من أوله إلى آخره كالسورة الواحدة قولوا فإنما يسرناه أي هذا الذكر والوحي وهذا القرآن بلسانك وجعلناه عربيا واضحا لتبشر به المتقين انظروا كيف يعيد ذكر التقوى مرة بعد أخرى وتنذر به قوما لدى أي قوما ذوي جدال بالباطل ذوي خصومات يخاصمون وهم يعلمون أنهم مبطلون تنذرهم به النار وبئس القرار قال الله عز وجل مهددا هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ويعاندون الحق وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي كم أهلكنا قبلهم من أمة كفرت بالله عز وجل وعاندت رسل الله ولم تقبل هدى الله الذي جاء به رسله قال الله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل ترى منهم من أحد أو تحس به تلمسه أو تسمع لهم ركزا تسمع لهم صوتا والركز هو الصوت الخفي لا والله لا يحس منهم أحد ولا يسمع لهم ركز إذن فهذا مصيركم أيها الكفار ولا تغتروا بما عندكم من متاع الدنيا الزائر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر